ناس كتير بتحرف إنجليزي وبتحرف تحكي أو خينا نقول ناس كتير مستواها متقدم أو متوسط أو إلى آخره وبعرف يحل بديحان بس لو سألتوا سؤال بسيط بالعرب يقولت له قول إياها بالإنجليزي أو هو نفسه يجب أن يحكي مع واحد باللغة الإنجليزية بلاقي الجملة مش هم تطلع معه أو بيطلحها في غلط في الـ grammar أو غلط في التركيبة بهذا التمرين التدريب اللي رأطي لك هي اليوم خليك تتغلب على هذه المشكلة بشكل زي العسل دعنا نشوف مع بعض عبايب قلبي أسود سبيت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومتبعه بإحسان الأوم الدين أهلا وسهلا فيكم مشكلة كتير بيعاني منها لقيتها لما عملت الكورس الأخير بقولي أو بتقولي مستوايا يا أستاذ أنا أكتر من متوسط مستوايا كتير ممتاز بدرس في الجامحة بدرس مع مركز البريطاني والأمريكي قلت لها هاتني اختبر مستواكي أعطيتها جملة بالعربي بسيطة كتير قلت لها قولي إياها بالإنجليزي جابت العيد زي ما احنا بنقول جملة بسيطة كتير بالعربي جملة بسيطة على آخر معرفتش تعملها بالإنجليزي وهي بتقولي مستواها أعلى من المتوسط يعني مستواه متقدم ولذلك بطريقة التدريبية رح أدربك اليوم كيف تحول الجمل من العربية للإنجليزية بطريقة سهلة مش عشان تحلها في الامتحان عشان تكتبها وتستعملها معانا في الحياة وتكون زي الأسد وحش سبيتها بيحكي إنجليزي خمس جمل معانا أعطيك إياهم بالعربي وعلمك كيف ترجمهم بالإنجليزي تحفظ القواعد والجرامر اللي فيهم والكلمات وتعطيني بتعليق وتعطيني بتعليق كم سؤالă إنت حليت صح الحالك جاهزين يلا مع بعض ما تنسى tolern laïk للفيديو حبايا بقلب الجملة أولى بتقول انا جدي سيدة اترجم بتouteres هذه بالعربي بدي أقول أحتاج مساعدتك لئجد وظيفة يعني بدي تساعدني عشان لاقي وظيفة بالبلدي هيك أحد يجب يقولك بدي تساعدني عشان ألاقي وظيفة أو بدي تساعدني عشان ألاقي شغل أو بدي تساعدني عشان ألاقي منحه او بدي تساعدني عشان شو ما بدك كيف اقولها بالانجليزي تعال نشوف مع بعض قلنا قبل هيك نسأل حالي دايما سؤالي لمدك الترجم بشكل بسيط و سريع تحلهم في عقلك هذل السؤالين اول حاجة الجملة سؤال ولا جملة بتسأل حالك هذي اللي قدامي هل هي النص اللي بترجم هل هو سؤال ولا جملة والله عندي هنا اياها ايش جملة ما انا محتاج مساعدتك جملة بعدين السؤال التاني بسأل الحال ايش براضه عليك زمن الجملة زمن الجملة هون انا بحتاج لمساعدتك الان يعني هذي حقيقة بحكي عن الان يعني عن المضارع البسيط present simple بشوف مين الفاعل اللي هو ايضا مير I, He, She, It, We, They الاخره وجو الفاعل دي حطه معه خلصت خلصنا مظبوط تعال نشوف كيف بدي اقول احتاج ايش يعني احتاج يعني need مين انا انا الفاعل بنقول I need انا احتاج بوم اول كلمة بسهل بشكل بسيط I need ايش يعني مساعدة help طب مساعدتك انت ايش بنقول برافو عليك تبعتك your help اذا I need your help اما بتقول in finding او بتقول to find اتنين صح بنقول in finding the job او a job او بتقول اذا الاولى نقول in finding a job او to find a job اذا بدي اقول in بدي احط مع الفعل ing in finding اذا بدي احط دايما بعد تحفظها دايما دايما او 99% في حالة في الانجلزية بيجيش جيراد يعني فعل مضارع بسيط ولكن غالبا برجع الفعل اصله to find a job ايش يعني وظيفة a job ايش يعني شغل work ايش يعني منحة scholarship اذا I need your help to find وحط البدك ايها انا احتاج المساعدتك هذا قالب بديك تحفظه زي اسمك انا احتاج المساعدتك I need your help to وبتحط الفعل اللي بدك ايها I need your help to go home I need your help to solve this problem I need your help to prepare for my exam ايش عا بدك I need your help ماشي الحال اذا I need your help to find a job تعال نشوف للسؤال رقم اثنين زي الأسد ركز معايا ايش سؤال بيقول سوف اذهب الى حفلة عيد ميلاد صديقي اه كمان مرة سوف اذهب الى حفلة عيد ميلاد صديقي ايش يعني اول سؤال نسأل حاله جملة ولا سؤال جملة ممتاز السؤال الثاني ايش زمن الجملة شو زمن الجملة سوف اه مستقبل اسهل سوف يعني مين الفاعل انا اذا I will سوف ايش اذهب ايش يعني اذهب go برافا عليك وسود مركزين معايا اذا I will go I will go سوف اذهب وين بدأ روح to كم بدأ قول حفلة عيد ميلاد صداق تعال صديقي تعال قطحن واحدة واحدة الكلمات ايش يعني حفلة يعني party ايش يعني صديقي يعني friend ايش يعني عيد ميلاد birthday طيب كيف نركبهم مع بعض انجليزي الحلو وصح لماذا تقول I will go to my friend's ابوستروف في ابوستروف هذي اللي فوق مش لتحت الصدر الكومة هذي هذي ابوستروف فوق اس عشان البعرة تيجي ملكية لقلو my friend's birthday party هذا هو صح I will go to my friend's birthday party ما تنساش الكومة ولا بتصير غلط I will go to my friend's birthday party طب بمفع عركبها بشكل تاني آه بينبع بس مش كتير حلو ايش هي I will go to the birthday party I will go to the birthday party of my friend صح ولكنها بش عمرك ركا اذا اما بتقول انا والصح انك تقول I will go to my friend's birthday party او بتقول I will go to the party of my friend's birthday او birthday party of my friends كنت ما بدك اتفقنا تعال ناخد السؤال رقم ثلاثة او الجملة رقم ثلاثة ايش الجملة بتقول ركز معايا هنا زي الاسد يجب ان اذهب مع امي الى المستشفى وخلينا نزود عليها شوية نقول انها مريضة جملة طويلة شوية يجب ان اذهب مع امي الى المستشفى لانها مريضة الله يحفظنا امهاتنا جميعا يا رب بقوله امين بقول امين طيب تعال نسأل حالي سؤال هذي جملة ولا سؤال هذي جملة في اي زمن اه يجب ان اذهب مع امي لانها مريضة منهاش في الماضي ومنهاش في المستقبل كاب بحكي هالجيت لازم اروح لازم اروح مضبوط مضارع مضارع بسيط اذا ايش انا بدي اقول ايش يعني يجب هي اما بقول شد او مصد حسب قوة اذا الشي ملح جدا بقول مصد اذا الشي ملح بس مش كتير 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 بقول شد مين الفاعل مين انا اه بقول اي برافا عليك اي شد او اي مست مدام ما امنا حبيت قلبنا نروح بسرعة اذا اي مست اما فيها نقول اي شد اي مست ايش يعني يذهب جو مع مين مع امي وذ يعني مع اي مست جو وذ مع مين امي ايش يعني امي ماي ماذا او ماي مام تنتين صح او ما مامي زي ما بدكم اي شد جو وذ ماي مام وين تو الى اي انتعلم حروف جر وذ يعني مع تو الى اه وين ايش يعني مست شفاء حسبيتال اي شد جو وذ اي مست جو وذ ماي مام تو الى حسبيتال ليش بيكوز تحفظها زي اسمك ايش يعني بيكوز يعني بسبب لأن لكي على شين لأنها ها بيكوز هي مريضة مين هي امي شي شي ايش بحط مريض يعني sick او ill اقول شي sick لا بدحط فعل فعل مساحد قبل الصفة اللي هو ايش ايش بيقول عنه تبع بي شي ايش بتاخد تاخد is اذا بيكوز شي is sick or ill ايش بتصير الجملة كلها i must go with my mom to the hospital because she is sick او ill الله حفظهم جميعا فهمنا كيف تعال ناخد الجملة رقم اربعة زي الاسد تستعملها مع الناس كلهم اللي بتحبهم هدول الجملة بتقول ايش انا بحبك او انا احبك لانك لطيف معي او تعاملني بلطف انا بحبك لانك بتعاملني بلطف او لانك لطيف معي تحن نشوف جملة ولا سؤال جملة ايش زمن الجملة اه برافو عليك انا نكزت عليهم اغلبهم اجيبوا في المدارع البسيط عشان تعرف تميز المدارع البسيط انا قاعد بقولك حقيقة انا بحبك لانك انت لطيف معي هذي حقيقة مزبوط لا هي ماضي ولا هي مستقبل حقيقة اذا ايش مدارع بسيط مين الفاعل انا اي ايش يعني يحب اما تقول اذا كانت مرتك مش عارف مين امك حتى صعب اي لوف يو بنفع تقولها او قل لايك اي لايك مين يو ليش بكوز اي لايك يو بكوز ايش يعني لطيف نايس نايس في كلمات كتير بس هم ديك تاخد نايس هم بشكل بسيط لطيف معي كيف بنقول اسهل حاجة واكثرهم اناقة وشياكة بكوز يو نايس تومي يو نايس تومي هذي المصطلح الجملة هيك مركبة بلوك زي ما هي زي ما رحنا عنا بالعربي انك لطيف معايا بالانجليزي بيقوله بكوز يو نايس تومي او يو نايس تومي تومي يو نايس حنون او حطوف فهمنا اخر جملة زي الاسد معايا جملة بتقول هذي مهمة يجب ان اتعلم الانجليزية لاني احتاجها في العمل يجب ان اتعلم الانجليزية لاني احتاجها في العمل السؤال نسأل حالنا اول سؤال ايش ايش تجو املا سؤال ولا جملة جملة برافو عليك السؤال الثاني ايش برافو زمن الجملة ايش الزمن يجب ان اتعلم تو تعلمنا زيها ايش الزمن مضارع بسيط ايش يعني يجب شد او بس هنا شد وبين الفاعل انا تعال نبدأ يلا ركب معايا المفروض تكون تتعلم اي شد ايش يحني يتعلم لان مش استدي استدي يدرس لان يتعلم تيتش يعلم اذا لان يتعلم اي شد لان اي شد ركز معايا هناك اي شد لان لازم اتعلم ايش الانجليزية اي شد لان انجليش بس ليش بيكوز تعلمناها اكتر مرة ليش بيكوز لاني بيكوز ايش يعني يحتاج برافو عليك اللي جاعدة هناك نيد بيكوز اي نيد ايش هي احتاجوها مين هي الانجليزية بيكوز اي نيد ات فور ورق بيكوز اي نيد ات فور ورق او فور او او فور صح اذا اي شد لان انجليز بيكوز اي نيد او 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 شافين محلة البساطة رح نكتر منه هذا التمرين بس بد يتوعدون ان الكل يكون مركز معايا لايك للفيديو يقول كم زؤال جاوب صح من الخمسة واذا ما وعدتني شنكم تعطوني بالتعليقات او تشاركوني رح بطل اعمل ونتزعل انا وياكم فعشان ما اتزعلش انا ازعل صعب بصراحة ما احدش بقدار يرق تعطيني بالتعليقات قدر شو بتصح وعشان نكتر هالي التمرين واذا بدأت تكتب لجملة ترجم لك الموضيع اللي نترجم فيها معنش مشكلة انتظرونا بفيديو جديد وما تنسى اتبع عن اسمت وانتظرونا بفيديوهات جديدة قريبة تحياتي